أعزائي مشاهدي الفضائية التربوية أسعد الله أوقاتكم أرحب بكم في ندوة الكيمياء لدرس التوازن الكيميائي لطلاب الثالث السنوية العلمي بداية أرحب بالخبراء الأساسي الأستاذ روني عبيد والأستاذ أحمد حريري مدرساء الفيزياء والكيمياء بتربية دمشق وأنا عبد المنعم نحيلي الموجه الاختصاصي للفيزياء والكيمياء في بداية العام الجديد أتمنى أن يكون هذا العام مليء بالتفاؤل والخير والنجاح للجميع عزائي الطلاب درس التوازن الكيميائي هو سلسلة من دروس الحركية الكيميائية كان زملائي قد شرحوا درس سرعة التفاعل واليوم سنشرح درس التوازن الكيميائي استاذ روني التفاعلات إما أن تكون تامة أو أن تكون عكوسة كيف يمكن أن نميز بين التفاعلات التامة والتفاعلات العكوسة؟ نعم، التفاعلات التامة هي عبارة عن تفاعلات تتم باتجاه واحد فقط حيث أن المواد الناتجة لا تستطيع أن تتفاعل فيما بينها لتعيد تكوين المواد المتفاعلة في شروط تجربة نفسها أما التفاعلات العكوسة فهي تفاعلات تتم باتجاهين حيث لا تستهلك المواد المتفاعلة استهلاكا تاما لأن المواد الناتجة تفاعل فيما بينها لتعيد تكوين المواد المتفاعلة في شروط تجربة نفسها أشكرك أستاذ دروني هل يمكن بكتابة المعادلة أن نميز بين التفاعلات التامة والتفاعلات العكوسة؟ نعم التفاعلات التامة تتم باتجاه واحد أي أن تفاعلها مباشر فقط بينما التفاعلات العكوسة تتم باتجاه تفاعل مباشر وعكسي يعني متى نضع سهم ومتى نضع سهمان؟ بالتفاعلات التامة نضع سهم واحد فقط وفي التفاعلات العكوسة نضع سهمان أشكرك أستاذ دروني أستاذ أحمد في عنا نشاط صفحة 62 عم يتحدث عن أحد التفاعلات العكوسة وهو تفاعل تفكق رباعي أكسيد سناء النتروجين ويعطي عديم اللون ويعطي أكسيد النتروجين بني اللون لو قرأنا الصور الأربعة ماذا يمكن أن نستنتج من الصور الأربعة بداية نرحب بطلابنا الأعزاء أجمل ترحيم نتمنى لهم دوام التفوق والنجاح والتقدم وتحقيق الأمال والطموحات في بحث التوازن الكيميائي وفي هذه الصورة الموضحة أمامنا على الشكل في الصورة A نجد أن المركب N2O4 عديم اللون في النمط A أو الصورة A في الصورة B بعد مرور زمن اللون قد مال إلى البني قليلا دلالة على بدء تشكل N2 ذو اللون البني في الصورة الثالثة ازداد اللون البني أكثر دالا على ازدياد تركيز المادة NO2 أي أن التفاعل اختفت فيه تدريجيا المادة N2O4 وبدأت تتشكل تدريجيا المادة NO2 فيزداد تركيزها تدريجيا مع الزمن وتتشكل اللون البني لكن لو نظرنا إلى الصورة C والصورة D نجد أن اللون نفسه دالا على ثبات اللون أي أن تركيز المادة NO2 ثبت فماذا نستنتج من ذلك؟ نستنتج من ذلك أن التفاعل حصل عند الانتقال من A إلى C المادة N2O4 تفككت تشكلت NO2 زاد تركيزها مع الزمن وبنفس الوقت عادت وتفككت المادة NO2 لتشكل من جديد N2O4 أي ثبتت تركيز المواد الناتجة والمواد المتفاعلة وسرعة التفاعل المباشر أصبحت تساوي سرعة التفاعل العكسي نكون قد وصلنا إلى حالة التوازن الكيميائي أي في بدء الزمن تكون سرعة التفاعل المباشر عظمة سرعة التفاعل العكسي صغرى أو معدومة تزداد تدريجيا إلى أن تتساويا مع بعضهما البعض أستاذ أحمد أشكرك أتمنى لو أن نرسم رسمة توضيح هذه العبارة بالنسبة لو أردنا أن نرسم بدلالة التغيرات التركيز C مقدرا بالمول بلتر نائس واحد بدلالة الزمن زمن حدوث التفاعل نجد أن تراكيز المواد تراكيز المواد المتفاعلة تتناقص تدريجيا إلى أن تصل إلى حد تثبت عنده هذه التراكيز هذا الحد يسمى حد التوازن بينما هذا المادة N2O4 بينما المادة الثانية N2O2 كان تركيزها صفر يزداد تدريجيا إلى أن يثبت نصل إلى حد حالة التوازن الكيميائي إذن فحالة التوازن الكيميائي هي الحالة التي تتساوى فيها سرعتين التفاعل المباشر والتفاعل العكسي وتتساوى فيها وتثبت فيها تراكيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة يعني أستاذ أحمد الطالب لو شاهد المخطة جاهز كيف يجب أن يعرف أن هذه مادة متفاعلة ولا مادة ناتجة المادة المتفاعلة نلاحظ تناقص تركيزها مع مرور الزمن في بدء الزمن كان هناك مواد متفاعلة فقط لم يكن هناك مواد ناتجة تراكيزها تتناقص تدريجيا مع مرور الزمن بينما المواد الناتجة كانت تراكيزها صفر معدومة لم يكن هناك مواد ناتجة ازدادت تراكيزها مع الزمن شيئا فشيئ إلى أن ثبتت هذه التراكيز نقول عند إذن وصلنا إلى حالة التوازن هذا المخطط يخص تغير التركيز أو التراكيز بدلالة الزمن لو نوضح أيضا كمان استاذ على الرسم تغير سرعة التفاعل المباشر وتغير سرعة التفاعل العكسي للفس التفاعل السابق نعم لو أخذنا تغير السرعة مقدرة بالمول ضرب لتر نائس واحد ضرب ثانية نائس واحد كما نعلم في بحث السرعة ما تغير الزمن نلاحظ أن سرعة التفاعل المباشر تكون عظمى تتناقص إلى أن تثبت هذه السرعة هذه ذي واحد سرعة التفاعل المباشر تتناقص سرعة التفاعل المباشر تدريجيا بينما سرعة التفاعل العكسي تزداد إلى أن يصبحها بنفس السرعة نسمي هذه الحالة حالة التوازن الكيميائي إذن هذه ذي 2 سرعة التفاعل العكسي هذه المرحلة مرحلة ما قبل التوازن تناقص تركيز المواد المتفاعلة وبالتالي تتناقص سرعة التفاعل المباشر ازدياد تركيز المواد الناتجة وبالتالي ازدياد سرعة التفاعل العكسي إلى أن نصل إلى الحالة التي تتساوى فيها V1 مع V2 أشكرك أستاذ أحمد كل الشكر أستاذ روني لو أجينا للصفحة 64 في عنا استنتاج ثابت سرعة التفاعل والأستاذ أحمد سيساعدك بالكتابة نعم إستاذ أحمد ستكتب بمساعدة الأستاذ روني نعم نقلت مثلا التفاعل الموجود هو لدينا التفاعل A زائد B تفاعل A A زائد B زائد B تفاعل عكوس C زائد D تطي بشكل عكسي عكوس C زائد D عدد مولات المادة A M مزيرة N مول للمادة A M M مول للمادة B B B مول للمادة C B مول للمادة C Q مول للمادة D بس قيد بالكتاب أنه N عملها M والB عملها N نعم M مول لمادة A N مول لمادة B تمام نكتب أولا عبارة سرعة التفاعل المباشر سرعة التفاعل المباشر نعم ما العلم أن المادتين المتفاعلتين هما المادة A والمادة B فإذا تكون العلاقة V1 يساوي نعم K1 K1 ضرب تركيز المادة A بالقوة M بالقوة M ضرب تركيز المادة B بالقوة N نعم ثم نكتب عبارة سرعة التفاعل العكسي تمام V2 يساوي K2 K2 ضرب C تركيز C بالقوة B ضرب تركيز D بالقوة Q ضرب تركيز D بالقوة Q كما تحدث الأستاذ أحمد على أنه عند الوصول لحالة التوازن تتساوي سرعتات التفاعل المباشر والعكسي أي أنه V1 يساوي V2 نعم عند التوازن أو عند الوصول إلى حالة التوازن تتساوي V1 V1 تساوي V2 تساوي V2 نعود علاقة V1 نعم K1 ضرب تركيز المادة A بالقوة M نعم ضرب تركيز المادة B بالقوة N نعم تساوي تركيز المادة B بالقوة N نعم تساوي K2 K2 ضرب تركيز المادة C بالقوة B تركيز المادة C بالقوة B ضرب تركيز المادة D بالقوة Q نعم بإعادة ترتيب العلاقة نعم نكتوب K1 على K2 تقسيم K2 يساوي خط كسر تركيز المادة C بالقوة B ضرب تركيز المادة D بالقوة Q على تركيز المادة A بالقوة M ضرب تركيز المادة B بالقوة M نسمي المقدار K1 تقسيم K2 ثابت التوازن ثابت التوازن ومنه K2 هو عبارة عن جداء تركيز المواد الناتجة تقسيم جداء تركيز المواد المتفاعلة وكل منها مرفوع إلى عدد المولاد في المعادلة الكيميائية الموزونة أهمية وجود الرموز S و L و AQ و غاز في التفاعل الحالة الفيزائية أي مادة موجودة بالحالة الصلبة لا تدخل في علاقة سرعة التفاعل أو تدخل في علاقة ثابت التوازن الكيميائي كما أنه أي مادة موجودة بالحالة السائلة لا تدخل في علاقة سرعة التفاعل ولا تدخل في علاقة ثابت التوازن الكيميائي لو أجينا تعليل للطالب لماذا لا تدخل المادة الصلبة أو المادة السائلة في عبارة KC أو في عبارة سرعة التفاعل؟ نعم لأن تركيزها تبقى ثابتة مهما اختلفت كميتها معظم تفاعلاتنا تحدث في الحالة الغازية لو أخذنا نفس التفاعل السابق لكن كان كله بالطور الغازي بدنا ناخد بدل KC أو KB كيف نكتب KB وما العلاقة بين KB و KC؟ نعم KB هو عبارة عن سابت التوازن الكيميائي بدلالة الضغوط الجزئية نعم كيف نحن 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 العلاقة التي تربط ما بين KB و KC هي عبارة عن KB يساوي KC KB تساوي KC R T بالقوة T بالقوة دلتا N دلتا N حيث R سابت الغازات العام و T درجة الحرارة المطلقة مقدرة بالكلفة ما المخصوص بدلتا N؟ دلتا N هو عبارة عن الفرق ما بين مجموعة عدد المواد الناتجة ناقص مجموعة عدد المواد المتفاعلة الغازية الغازية التي تكون بالحالة الغازية عزائي الطلاب كنا أخذ تعلم الآن KC و KB لتفاعل متوازن الآن سنطبق على بعض التفاعلات أستاذ أحمد نعم إذا نحن على الصفحة الصفحة في عندي 84 أو 86 نعم في مثال كيارات نحل سوا أي مثال؟ صفحة 76 نعم أو 6 و 6 6 و 6 6 و 6 نعم في النشاط الخامس الصفحة 65 لدينا غاز الهيدروجين H2 غاز زائد الكبريت الصلب S تعطي بشكل عكوس H2S غاز كبريت الهيدروجين أو كبريت الهيدروجين لو أردنا أن نكتب علاقة كيسة كيسة تساوي جداء تراكيز النواتج يوجد فقط لدينا H2S مول واحد منها على جداء تراكيز الدواخل لكن المادة S هي مادة صلبة كما ذكرنا أن تركيزها لا يؤثر على سرعة التفاعل وبالتالي لا يؤثر على قيمة كيسي ولا يدخل في قانون كيسي هذا بالنسبة لكيسي أما بالنسبة لكيبي كيبي تساوي الضغط الجزئي ليه؟ H2S مقسوما على الضغط الجزئي لغاز الهيدروجين ما هي العلاقة بينهما؟ لو أردنا أن نكتب العلاقة كيبي تساوي كي سي آر تي دلتا N نجد أن دلتا N ماذا تساوي؟ دلتا N عدد مولات الغاز الناتج مول واحد وعدد مولات الغاز الداخل مول واحد إذن N2 ناقص N1 تساوي واحد ناقص واحد وتساوي صفر لا يوجد تغير في عدد مولات الغاز أي عدد مولات الغاز الداخل يساوي عدد مولات الغاز الناتج وبالتالي كيبي تساوي KC بRT قوة صفر. وكما نعلم أي رقم قوة صفر يساوي الواحد. أي مقدار قوة صفر يساوي الواحد. إذن KB تساوي قيمة KC. سألنا السؤال المعاكس. في أحد التفاعلات المتوازنة كان لدينا KB يساوي KC. ماذا نستنتج؟ نستنتج إذا كان KC تساوي KB. أي أن RT. وقوة دلتا N تساوي الواحد. وبالتالي KB تساوي KC. فعدد المولات الغازية للتفاعل المتساوية في الطرفين. عدد المولات الغاز الناتج يساوي عدد المولات الغاز الداخل. أشكرك أستاذ أحمد. أستاذ رونيك. كمان في عمنا مثال صفحة 77 من أسئلة الدرس. اللي هو رابعا. في عمنا مخطط. كيف بنقرأ هذا المخطط قبل ما نحل السؤال؟ نعم. كما تحدث منذ قليل أستاذ أحمد. بما أن هذا المخطط يمثل تغيير التركيز بدلالة الزمن. فالمادتين اللتين بدأت تركيزهما من الصفر هي عبارة عن مواد ناتجة. وكل ميلو عم يزيد هذا التركيز. وبالتالي هتين المواد هما عبارة عن مادتين ناتجتين. إذن المواد الناتجة هي عبارة عن S O2 سناي أكسيد الكبريت والأكسجين O2. بينما الخط الأحمر كان تركيزه أعظميا في بدء التفاعل. وبدأ بالتناقص. أي أن هذا الخط يمثل تغيير تركيز مادة متفاعلة. وبالتالي سلاسي أكسيد الكبريت هي عبارة عن مادة متفاعلة. ما زي يدل سبات التركيز بعدها؟ سبات التركيز أي أنه وصلنا إلى حالة التوازن. ساعد أستاذ أحمد. نكتب المعادلة. إذن كما ذكر الأستاذ روني أن تركيز المادة S O3 تناقصة وبالتالي هي مادة متفاعلة بينما الذي ازداد هو تركيز المادة S O2 وتركيز المادة O2 أيضا. وبما أنه ثبتت التركيز أي أنه التفاعل متوازن. طبعا نضع الحالة الغازية لجميع المواد كما نعلم أن S O3 و S O2 و O2 غازت. لكن تحتاج هذه المعادلة إلى موازنة. نضرب طرفي S O2 و S O3 ب2. فتكون عند إذن المعادلة قد توازنت. أشكرا أستاذ أحناد. هناك قاعدة تدعى قاعدة تشأت إليه إذا كان لدينا توازن كيميائي وحدث للتوازن تغير إما بالتركيز أو بالضغط أو بدرج الحرارة فأنت التوازن يختل وينزح بالاتجاه الذي يعاكس في هذه الحالة. الآن لو تشرح بشكل مبسط وسريع أثر تغير التركيز على حالة التوازن. نعم. عند زيادة تركيز أي مادة متفاعلة يختل التوازن وينزح بالاتجاه الذي ينقص فيه من تركيز هذه المادة. أي أنه إذا زدنا تركيز أحد المواد المتفاعلة سوف يختل التوازن وينزح بالاتجاه المباشر. إلى أن نصل إلى حالة التوازن جديدة. أما إذا زدنا تركيز مادة ناتجة فسوف يختل التوازن وينزح بالاتجاه العكسي. بينما عند سحب أو نقصان تركيز أي مادة متفاعلة سوف يختل التوازن وينزح بالاتجاه العكسي أيضا. وعند نقصان أي تركيز مادة ناتجة سوف يختل التوازن حسب لوشاتوليا وينزاح بالاتجاه المباشر إستاذ رولي خلاصة أنه دائما يحدث الفعل ورد الفعل نعم إذا التفاعل زد تركيز المادة فالتفاعل يجب أن ينزاح بالاتجاه الذي ينقص فيه من تركيز هذه المواد سوف يختل التوازن وينزاح بالاتجاه الذي يزيد فيه من تركيز هذه المادة إستاذ أحمد أيضا هناك تغير الضغط طبعا بالتفاعلات الأكوسية التي تحوي غازات تعتبر التفاعل جملة كيميائية قد نؤثر عليها بضغط خارجي يتغير الضغط الخارجي قد يزداد الضغط الخارجي أو يقل الضغط الخارجي ما سلوك التفاعل أسأل تغير الضغط هنا نميز حالتين للضغط الحالة الأولى في حال اختلاف عدد المولاد الغازية في الطرفين عدد مولاد الغاز الناتج تختلف عن عدد مولاد الغاز الداخل فعند زيادة الضغط الخارجي سوف ينزح التوازن يختل التوازن الإعادة التوازن إلى حالته الطبيعية سوف ينزح بالاتجاه الذي يحوي عدد أقل من مولات الغاز أي يكون فيه الضغط منخفض وعند خفض الضغط الخارجي الكلي سوف ينزح التوازن بالاتجاه الذي يحوي عدد أكبر من مولات الغاز هذا في الحالة الأولى عند اختلاف عدد المولات الغازية أما في حال تساوي عدد المولات الغازية سوف يبقى التوازن على حاله ولا تؤثر لا زيادة الضغط الخارجي ولا إنقاصه على حالة التوازن أي لا يرجح أي من التفاعلين لا المباشر ولا العكس إذن كمان باختصار إذا عنده تغير الضغط فأن التوازن ينزح بالاتجاه الذي يعاكس ذلك التغير الآن التغير الأخير أستاذ روني هو تغير درجة الحرارة لكن نكتبنا تفاعل ونوضح تفاعل ماس أو ناشر قبل هذه الورقة بشكل عام بشكل عام توضح لنا تفاعل ماس أو ناشر أستاذ روني متى نعرف أنه تفاعل ماس أو ناشر نعم لدينا تفاعل بشكل عام A زائد B يعطي تفاعل عكوس C يعطي نواتج نعم دلتا أش تغير الأنتالبية فرضا موجب أكبر من الصفر موجب نعم نعم هذا التفاعل كيف نقرأ هذا دلتا أش تغير الأنتالبية مقدار موجب فالتفاعل المباشر هو عبارة عن تفاعل ماس للحرارة والتفاعل العكسي هو عبارة عن تفاعل أستاذ أكتب لنا ماس وناشر ناشر للحرارة طيب إذا كان بالحال المعاكسة كمان نكتب تفاعل آخر نعم مثلا B مول زائد L مول زائد L تفاعل عكوس نعم تطي مثلا 2 دي فرضا دلتا أش تغير الأنتالبية أصغر من الصفر أو أي قيمة سالبة وبتريد دلتا أش سالب هذا يؤدي إلى أن التفاعل المباشر هو عبارة عن تفاعل ناشر للحرارة والتفاعل العكسي هو عبارة عن تفاعل ماس للحرارة نعم هلا الآن عندما نحدث نعود إلى التفاعل الأول نعم عندما يكون التفاعل العام ماص للحرارة نعم ورفع على درجة الحرارة نعم ماذا سيفعل التفاعل سوف يختال هذا التفاعل أو التوازن لنتيجة رفع درجة الحرارة وسوف يتوجه في الاتجاه الذي ينقذ فيه من درجة الحرارة هذه أي أنه سوف يتوجه بالاتجاه الماصل الحراري بالاتجاه المباشر عندما يتوجه بالاتجاه المباشر ماذا يحدث تقيمة كيسي؟ نعم تزداد قيمة سابت التوازن كيسي نتيجة ازدياد تركيز المواد الناتجة أي أنه ازدياد قيمة البسط في عبارة سابت التوازن ونقصان المقام في عبارة سابت التوازن نتيجة نقصان تركيز المواد المتفاعلة أي أنه سوف تنخفض مباشر أي أنه سوف تزداد قيمة سابت التوازن كيسي نتيجة ازدياد البسط ونقصان قيمة المقا أشكرك أستاذ طيب لو أخذنا حالة تانية التي فيها دلتا إيتش هي أصغر من الصفر ماذا يحدث فرضا عند خفض درجة الحرارة عند خفض درجة الحرارة سوف يختل التوازن وينزح في الاتجاه الناشر للحرارة الاتجاه الناشر كمان هنا نياب الاتجاه المباشر أي أنه سوف تزداد قيمة سابت التوازن كيسي نتيجة زيادة قيمة البسط ونقصان قيمة المقا أشكرك أستاذ روني أستاذ أحمد في عنا مثال يموضح فيه تغيرات التركيز والضغط ودرج الحرارة ولو نقرأ التفاعل المكتوب كمان في تفاعل تشكل غاز النشادر عند تفاعل مول من غاز النتروجين مع ثلاث مولات من غاز الهيدروجين يتشكل مولين من غاز النشادر بشكل عكوس أي أن المواد المتفاعلة تعطي النواتج والنواتج تعطي المواد المتفاعلة أيضا هل هذا التفاعل ناص أو ناشر؟ نعم دلتا اتش أصغر من الصفر أي أن التفاعل المباشر هو تفاعل ناشر للحرارة أما العكسي فيكون بشكل معاكس هو تفاعل ماص للحرارة لندرس تأثير بعض المتغيرات على حالة التوازن وعلى كميات المواد المتفاعلة كميات المواد الناتجة وقيمة كيسي أولا زيادة كمية النتنين كما ذكر الأستاذ روني أنه عند زيادة تركيز النتنين ننظر نجد النتنين مادة متفاعلة عند زيادة تركيز النتنين سوف ينزح التوازن أو يرجح التفاعل المباشر لماذا يرجح المباشر؟ لخفض قيمة النتنين أي يرجح التفاعل المباشر إلى اليمين وعندما يرجح إلى اليمين كميات المواد المتفاعلة تتناقص بينما كميات النواتج تزداد وبما أنه ازدادت قيمة النواتج نواتج وتناقصت قيمة الدواخل لا يؤثر قيمة كيسي لا تتأثر إذن لا تتأثر قيمة كيسي سوى فقط بخفض أو رفع درجة الحرارة إذن قيمة كيسي لا تتأثر إنقاص كمية النتنين أمر معاكس لو سحبنا النتنين من وسط التفاعل النتنين كمان هي مادة متفاعلة والناتجة لا مادة متفاعلة سحبنا من وسط التفاعل سوف يرجح التفاعل العكسي أي إلى اليسار فبالتالي طالما رجح التفاعل العكسي كميات المواد المتفاعلة تزداد وكميات المواد الناتجة تتناقص وكما ذكرنا لا تتأثر أيضا قيمة كيسي كمان أستاذ أشكرك أستاذ أحمد أستاذ دروني واضح عليك الكتابة نعم واضح طب لو أخذنا اللي بعد شو هي تغير تركيز مين زيادة كمية NH3 NH3 أحد المواد الناتجة كيف نقرأ هذه الحالة عند زيادة تركيز أحد المواد الناتجة سوف يختل التوازن وينزاح بالاتجاه العكسي طب ليه ما زي نزاح بالاتجاه العكسي حسب قاعدة لوشاتوليه لإنقاص تركيز NH3 اتغاز النشادة نعم ومنه سوف يزداد تركيز المواد المتفاعلة وسوف ينقص تركيز المواد الناتجة أي أن قيمة ثابت التوازن أيضا عفوا لا لن تتأثر لأن قيمة الكيسي لا تتأثر بتغير التركيز ولمعدة أستاذ أحمد إنقاص كمية NH3 كما نرى أن NH3 هي مادة ناتجة عند إنقاص كمية المادة الناتجة سوف يرجح التفاعل لإعادة حالة التوازن إلى طبيعتها يرجح التفاعل المباشر تب ليه ما زي نزاح بالاتجاه المباشر؟ لأنه نقصت كمية NH3 فسوف ينزح التوازن بالاتجاه الذي يزيد من قيمة هذه المادة بالاتجاه المباشر وبالاتجاه المباشر كما نعلم أنه تتناقص المواد المتفاعلة وتزداد المواد الناتجة ولا تتأثر قيمة كيسي أشترك أستاذ أحمد أستاذ رولي كأن هناك زيادة بالضغط هل هذا التفاعل يتأثر بزيادة الضغط؟ نعم لأن عدد المولات الغازية مختلف متغير في طرفي التفاعل عند زيادة الضغط حسب هذا التوازن سوف يختل التوازن وينزح بالاتجاه المباشر نحو عدد المولات الغازية الأقل لماذا نزاح بالاتجاه المباشر؟ للتخفيف من أسار زيادة الضغط أحسن إذن يرجح التفاعل المباشر تتناقص أيضا كميات المواد المتفاعلة تزداد كميات النواتج ولا تتأثر قيمة كيسي أشكرك أستاذ رولي أستاذ أحمد في عنا خفض الضغط نعم خفض الضغط كما ذكرنا يرجح التفاعل بالاتجاه الذي يزيد من قيمة الضغط أي يحوي عدد مولات أكبر من الغاز كما نعلم أو كما نرى أربع مولات في الطرف الأول مول من N2 وثلاث مولات من H2 أربع مولات في الطرف الأول بينما في النواتج مولي فعند إنقاص الضغط سوف يرجح التفاعل العكسي لماذا سيرجح بالاتجاه العكسي؟ لأنه يحوي بالاتجاه العكسي عدد أكبر من مولات الغاز لإعادة الضغط إلى حالته الطبيعية بالاتجاه المعاكس حسب لوشاتولية بالاتجاه العكسي تزداد كميات المواد المتفاعلة تتناقص كميات المواد الناتجة ولا تتأثر قيمة كيسي أشكرك استاذ أحمد استاذ دروني الآن في تغيير لدرجة الحرارة نعم وشاهدنا أن هذا التفاعل كان ناشر للحرارة ناشر للحرارة ماذا يحدث عند رفع درجة الحرارة؟ دائما استاذ عبد المنعم عند رفع درجة الحرارة يختل التوازن وينزاح بالاتجاه الماص للحرارة التفاعل الماص للحرارة هنا حسب هذا التفاعل هو عبارة عن التفاعل العكسي لماذا باتجاه الماص؟ ما الفائدة من انزياح التفاعل بالاتجاه الماص عند رفع درجة الحرارة؟ نعم لتخفيف من أثر رفع درجة الحرارة حسب قاعدة لوشاتوليا بما أنه يتوجه بالاتجاه العكسي سوف تزداد تركيز المواد المتفاعلة وتنقص تركيز المواد الناتجة أي أن قيمة سابت التوازن كيسي سوف تنخفض بسبب نقصان قيمة الباست وزيادة قيمة المقام حيث أن قيمة سابت التوازن كيسي تتأثر بتغير درجة الحرارة تتأثر حسب سابت سرعة التفاعل المباشر وسابت سرعة التفاعل المباشر أشكر أستاذ راني أستاذ أحمد الآن أيضا في عنا تغير هو إنقاص درجة الحرارة نعم عند خفض درجة حرارة إنقاص درجة الحرارة سوف ينزح التوازن بالاتجاه الناشر وهنا الناشر هو المباشر يرجح التفاعل المباشر لماذا هو إنزاح بالاتجاه الناشر؟ لأنه خفضنا الضغط فسوف ينزح توازن بالاتجاه الناشر لإعادة التوازن إلى حالته الطبيعية بالاتجاه المعاكس وهنا بما أنه رجح التفاعل المباشر فإن قيمة المواد المتفاعلة تتناقص بينما قيمة المواد الناتجة تزداد وقيمة كي سي بما أنه زادت النواتج وتناقصت كمية المواد المتفاعلة أو زاد البسط كي واحد نقص المقام كي اثنين فبالتالي تزداد قيمة كي سي إذن باقتصار إذا انزح التفاعل بالاتجاه المباشر أستاذ أحمد هل كي سي يزداد أم يقل أما إذا انزح بالاتجاه العكسي هل كي سي يزداد أم يقل في حال تأثر بدرجة الحرارة فقط نعم عندما تتأثى أو نخفض أو نرفع درجة الحرارة فقط هي العامل الوحيد الذي يؤثر على قيمة كي سي فإذا انزح التوازن بالاتجاه المباشر سوف يزداد البسط وينقص المقام وبالتالي تزداد قيمة كي سي بينما لو انزح التوازن بالاتجاه العكسي سوف ينقص البسط ويزداد المقام فبالتالي تتناقص قيمة كي سي شكرا استهزيد ، استاهزروني два Creation قبل حدوث التوازن وبعد التوازن لم يصد إضافة الوسيط قبل التوازن وما قصود إضافة الوسيط قبل التوازن الوسيط لا يؤثر على حال التوازن مطلقا وتأثر على تركيز المواد الناتجة والمتفاعلة وبالتالي لا يؤثر على قيمة جرارة التوازن له تأثير بسيط والذي هو عبارة عن تقليل الزمن اللازم للوصول لحالة التوازن يعني إذا أضفناه قبل بلوغ التوازن هو يسرع الوصول لحالة التوازن لكن إذا أضفناه بعد حدوث التوازن ما له أي تأسيب إضافة الحفاظ وهو المادة التي تسرع من حدوث التفاعل فهي تسرع من التفاعل المباشر وتسرع من التفاعل العكسي فهنا حالة التوازن لا تتأثر أي تبقى على حالها وبالتالي كميات المواد المتفاعلة لا تتأثر أيضا تبقى سابتة لا تتأثر كميات النواتج وقيمة كيسي لا تتأثر تبقى كما كانت عمله أستاذ أحمد ما المقصود بيقول التوازن هو تفاعل حركي توازن حركي نعم التوازن الحركي هو ليس كتوازن السكون توازن السكون أو توازن لو وصف غير حركي أي أنه قد تنعدم سرعة التفاعل المباشر أو سرعة التفاعل العكسي بينما توازن حركي أي يحدث التفاعل وهناك قيمة لسرعة التفاعل لكنها لا تساوي الصفر هنا التفاعل يحدث سرعة التفاعل المباشر لا تساوي الصفر وسرعة التفاعل العكسي لا تساوي الصفر أيضا فالتفاعل هنا متوازن حركيا أستاذ روني أشكرك أستاذ أحمد التفاعل يجري لكن التركيز سابط ويقال أن التفاعل حركي أو توازن حركي. ما المقصود بالتوازن الحركي؟ لأن عند الوصول لحال التوازن سرعة التفاعل المباشر يساوي سرعة التفاعل العكسي ولا يتوقف ولا أي تفاعل لماذا لا تتغير تركيز المواد؟ تركيز المواد لا تتغير لأن السرعات سابتة مقدار ما يتغير أو ما ينقص من إحدى المواد. يتعوض نفس المقدار. يتعوض نفس المقدار. الآن إذا أخذنا تفاعل هو عكوس. تفاعل عكوس. لكن نحن لا نعلم هل هو في حال التوازن أم في حال غير توازن. كيف يمكن أن نكشف عن هذا التفاعل هو متوازن ولا غير متوازن؟ من خلال حاصل التفاعل. ما المقصود بحاصل التفاعل؟ ما هو القانون الرياضي لحاصل التفاعل؟ نعم. هو نفس قانون سابق التوازن مع فرق بسيط. إذا كان لدينا أي تفاعل؟ نحن نأخذ المسألة الأولى. أستاذ أحمد. نحاول نحل المسألة الأولى على حاصل التفاعل. ونميز بين حاصل التفاعل وسابق سرعة التوازن. نعم. إذا قانون حاصل التفاعل هو نفسه قانون سابق التوازن. مع فرق بسيط. أن هذه التراكيز في قانون حاصل التفاعل هي عبارة عن تراكيز ليس التوازن. يعني أستاذ أحمد نبدأ بالصفحة نعم. الصفحة 67. 77. المسألة الأولى. نعم. صفحة 77 المسألة الأولى. نبدأ المعطيات. تكتب لنا المعطيات أستاذ أنت تحكي لنا إياها. نعم. في وعاء حجمه 2 لتر. طبعاً عفواً. بس حاصل التفاعل هو جداء تراكيز النواتج على جداء تراكيز الدواخل مرفوع للأس. لكن في أي حالة ليس بالضرورة أن تكون في حالة التوازن. في وعاء حجمه. المسألة الأولى. في وعاء حجمه 2 لتر. V حجم الوعاء 2 لتر. يحتوي على 0.08 مول من الميتانول. CH3OH غاز الميتانول. عدد مولاته N تساوي 0.08 مول. ويحوي أيضاً من غاز الهيدروجين H2 غاز على 0.4 مول. وينتج من عفواً CO المادة المتفاعلة CO عدد مولاتها أيضاً 0.2 مول. يحدث التفاعل المتوازن التالي. أول أكسيد الكربون مع الهيدروجين H2 مولين من غاز الهيدروجين طاطي مول من غاز الميتانول. فإذا علمت أن قيمة كيسي لهذا التفاعل تساوي 7.3. بيّن حسابياً إذا كان التفاعل بحال التوازن أم لا. وإذا لم يكن بحال التوازن حدد التفاعل الراجح هل هو المباشر أم العكسي مع التعليل أو التفسير. أولاً لمعرفة هل التفاعل في حال التوازن أم لا. نحسب قيمة كيو ونقارنها مع قيمة كيسي. لحساب قيمة كيو. كيو تساوي جداء تراكيز النواتج وهو CH3OH على تركيز CO مضروب بتركيز H2 مربع. يلزمنا حساب تركيز الميتانول. تركيز الميتانول CH3OH كما نعلم N على V. عدد المولات على الحجم. عدد المولات 0.08 على 2 ويساوي 0.04 مول بلتر ناقص واحد. أيضاً تركيز غاز الهيدروجين يساوي N على V ويساوي 0.4 على 2 0.2 مول على اللتر. أيضاً تركيز CO يساوي 0.2 على 2.0.1 مول على اللتر. نعوض التركيز التي استنتجناها في قانون حاصل التفاعل. 0.04 على 0.1 مضروبة ب0.2 مربع. 0.04 على 0.1 ضرب مربع 0.2 0.04. نختصر 0.04 مع 0.04 ينتج 1 على 0.1 أي عشرة ونقص واحد. نرفع القوة للأعلى. عشرة وزائد واحد. نقارن قيمة Q مع قيمة KC. نجد أن Q أكبر من قيمة KC، أي التفاعل في حالة توازن تجاوزت حالة التوازن. التفاعل في حالة تجاوزت حالة التوازن. أكتبه إستاذ التفاعل غير متوازن؟ التفاعل غير متوازن، لأن Q أكبر من KC. التفاعل الراجح لدينا حالتين إذا كانت Q أو ثلاث حالات إذا كانت Q تساوي قيمة KC فلا يرجح أي من التفاعلين لأن التفاعل متوازن في حال التوازن وإذا كانت Q أكبر من قيمة KC فيرجح التفاعل العكسي يرجح التفاعل العكسي لإعادة التوازن إلى حالته أشكرك أستاذ أحمد طبعا هناك التفاعلات العكوسة عندما لا يكون التفاعل في حال التوازن أما يكون Q أكبر من KC أو Q أصغر من KC أو Q يساوي KC Q يساوي KC فهي حال التوازن أما Q أكبر من KC يجب أنه صغر Q وبالتالي يرجح التفاعل من العكسي أما إذا Q كان أصغر من KC فالتفاعل غير متوازن فيجب أنه نكبر Q فيرجح التفاعل بالاتجاه المغاشر نحن نحل المسألة الثانية صفحة صفحة 82 نعم من مسائل الوحدة أستاذ روني نعم مساعد الأستاذ أحمد بالكتاب أنت عندك نعم مسألة الثانية صفحة 82 مسائل الوحدة يتفكك يود لهيدروجين وفق المعادلة 2H I تفاعل عكوس H2 زائد I2 طبعا كل المواد بالحال الغازية نعم فإذا كان التركيز الابتدائي ليديد لهيدروجين 0.8 مور على اللتر نعم وقيمة سابة توازن KC 1 على 36 المطلوب حساب تركيز كل من الغازات السلاسة عند التوازن كما نلاحظ من هذه المسألة أنها عبارة عن مسألة عن درس التوازن الكيميائي نعم نبدأ الحل من المعادلة نرسم تحت المعادلة نعم أرجع أكتب المعادلة أستاذ وحطت ل I D I2 زائد I2 زائد I2 نعم نضع أربع سطور تحت المعادلة نعم حيث السطر الأول يمثل التراكيز الابتدائية التراكيز الابتدائية طبعا مقدرة بالموال على اللتر نعم معلوم التراكيز الابتدائي ليوديد الهيدروجين 0.8 مول على اللتر تراكيز المواد الناتجة دائما بالبدء صفر نعم صفر صفر لم يحدث خلال التفاعل تبدأ المواد المتفاعلة بالتناقص وبالتالي ناقص 2X للمادة H I مقدار التراكيز لماذا ينطني ناقص 2X لأنه عنده تفكك مولين من الآشق يتشكل مول واحد فقط حسب التفاعل حسب التفاعل حسب التوازن المذكور 2X زائد X زائد X هنا يزداد هنا ينقص سطر الثالث نعم التراكيز عنده التوازن تراكيز التوازنية نعم 0.8 ناقص 2X زائد X زائد X زائد X زائد X نكتب قانون سابت التوازن كيسي كيسي يساوي جداء تراكيز المواد الناتجة تقسيم جداء تراكيز المواد المتفاعلة نعم مرفوعة لعدد المولد طبيعي أستاذ عبد المنعم هندولي كل التراكيز عند التوازن نعم قيمة سابت التوازن كيسي معلومة 1 على 36 من عوضة نعوض نعوض 1 على 36 يساوي تركيز الهيدروجين عند التوازن كما هو معلوم من الجدول هو عبارة عن المقدار X وتركيز الهيد أيضاً X أصبحت X مربع نعم تقسيم 0.8 ناقص 2X لألتربي بجزر الطرفين للحصول على قيمة X المجهولة نجزر الطرفين 1 تقسيم 6 يساوي X تقسيم 0.8 ناقص 2X ضرب تقاطع 6X يساوي 0.8 ناقص 2X وبالتالي 8X يساوي 0.8 نقل المعالم إلى طرف والمجهول إلى حرف آخر نعم وهكذا نحصل على قيمة X المتغير هي عبارة عن 0.1 مولة ونقص 1 الآن نبدأ بحساب تراكيز الغازات الثلاثة عند التوازن كما هو مطلوب في الطلب الأول نلاحظ من التفاعل على أن تركيز يديد الهيدروجين هو عبارة عن 0.8 ناقص 2X 0.8 ناقص 2X نعود قيمة X وبالتالي 0.8 ناقص 0.2 وبالتالي 0.6 مولة قوة ناقص 1 هكذا نكون قد حصلنا على تركيز يديد الهيدروجين عند التوازن بنفس الطريقة نحصل على تركيز الهيدروجين واليود تركيز الهيدروجين يساوي تركيز اليود ويساوي X وبالتالي 0.2 أيضا مولة قوة ناقص 1 طلب الثاني استاذرولي طلب الثاني هم يقول لي بدون نسبة المئوية المتفككة من يديد الهيدروجين النسبة المئوية تحسب من السطر الأول والثاني من الجدول وبالتالي من الجدول نلاحظ على أنه كل 0.8 مول لتر قوة ناقص 1 0.8 مول بلتر ناقص 1 أو على لتر نعم من يديد الهيدروجين نعم يتفكك منها 2X 2X ما هي قيمة 2X؟ 0.2 مول لتر قوة ناقص 1 مول بلتر ناقص 1 هلأ كل 100 مول لتر قوة ناقص 1 يتفكك منها Y هذه لكي نعيد كتابتها من جديد وبالتالي Y ضرب تقاطعة 0.2 ضرب 100 تقسيم 0.8 نعم وبالتالي Y يساوي 25 مول لتر قوة ناقص 1 25 وبالتالي Y بالمية تكتب كنسبة مئوية لتر مؤس 1 إذن النسبة المئوية المتفككة عند التوازن تساوي 25% بالمية بالمية أستاذ روني كمان لو طلبوا مني حساب كي بي كي بي كي بي لنفس التفاعل نعم وما معي أرقام عن الضغوط يعني لم يعطيني قيم للضغوط نعم أستاذ عبد المنان بما أنه عدد المولات الغازية متساوي في طرفي التفاعل وبالتالي تكون قيمة الكي بي مساوية لقيمة الكي سي وتساوي 1 على 36 أستاذ أحمد كتبنا مراحل الوصول لها نعم مراحل الوصول لهذه العلاقة إذن العلاقة كي بي كي بي تساوي كي سي بر تي وس دلتا ان كي سي واحد على 36 الار تي دلتا ان هي صفر حيث دلتا ان تساوي إن 2 للغاز الناتج نقص إن واحد للغاز الداخل كما نعلم أن عدد مولات الغاز الناتج 2 مول مول من الهيدروجين ومول من اليود وعدد المولات للداخل يساوي 2 إذن 2 نقص 2 تساوي 0 فبالتالي قيمة كي بي تساوي قيمة كي سي وتساوي 1 على 36 أشكر أستاذ أحمد هل المسألة الثالثة كمان عم التوازن نحاول الحلة سوا نعم لديك التفاعل المتوازن الآتي نو 2 يتفاعل أو يتفكت 2 مول من نو 2 الغازي مشكلا 2 مول من نو الغازي زائد مول من غاز الأكسوجين فإذا علمت أن تراكيز التوازن بوحدة المول على اللتر هي التراكيز التوازنية ل أو 2 0.12 وتركيز أو أيضا equal تساوي 0.24 وتركيز أو 2 إيكيو تساوي 0.06 جميعها بوحدة مول بلتر ناقص واحد المطلوب احسب قيمة كيسي قيمة كيسي كما نعلم تساوي جداء تراكيز النواتج مرفوعة للأس ولا يوجد لا محلول مذيب ولا مادة صلبة N O 2 مربع قيمة كيسي طبعا هنا ننوه لأعزة النطلبة أنه لا يجب أو يجب عدم التسرع في قراءة نص المسألة يجب وضع المعاليم لنرى ما هي المجاهيل بتأني وضعها بشكل صحيح وعدم التسرع في قراءة نص المسألة لأن معظم الأخطاء التي يعاني منها طلابنا تكون أخطاء بسيطة لكن من إساءة قراءة نص المسألة أو الفهم في نص المسألة قيمة كيسي كما نعلم لدينا قانونين لكيسي كي واحد على كي اثنين لا يوجد ثابت سرع التفاعل مباشر ولا ثابت سرع التفاعل عكسي إذن نلجأ إلى القانون الآخر جداء تركيز النواتج على جداء تركيز الدواخل كيسي طبعا هذه التركيز كما نعلم عند التكافؤ عند التوازل كيسي تساوي نو مربع نو هي 0.24 مربع ضرب او 2 هي 0.12 على 0.06 مربع كيسي تساوي 0.24 24 ضرب 24 ضرب 10 قوة ناقص 2 صارت ناقص 4 مربع ضرب 12 ب10 قوة ناقص 2 على 36 ب10 قوة ناقص 4 نختصر 10 قوة ناقص 4 مع 10 قوة ناقص 4 ممكن أن نأخذ 12 على 36 فيها 3 24 على 3 فيها 8 إذن 24 ضرب 8 ضرب 10 قوة ناقص 2 192 ضرب 10 قوة ناقص 2 وليس لها 1 قيمة كيسة ليس لها 1 هذا الطلب الأول الطلب الثاني بحسب التركيز الابتدائي لغاز NO2 يلزم أن التركيز الابتدائي لنكتب على شكل جدول 2 NO2 نعيد كتابة المعادلة 2 NO زائد O2 تركيز بدائية اختصاراً للكلمة تركيز الابتدائية تركيز الابتدائي للمادة NO2 مجهول نفرضه C تركيز الابتدائي للمواد الناتجة 0 غير موجودة تركيز توازنية C ناقص 2X لأنه ينقص مولين المواد الناتجة هنا 2X لأنه مولين وهنا X1 لكن هذه التركيز أعطيت لدينا في نص المسألة تركيز O2 أعطية 0.12 تركيز NO 0.24 تركيز NO 0.06 إذن من المعادلة أصبح لدينا ثلاث معادلات من المعادلة الأولى نجد أن X تساوي 0.12 و2X من المعادلة الثانية 0.24 ومن المعادلة الثالثة C تساوي 0.06 زائد 2X نعود قيمة 2X 0.24 0.06 زائد 0.24 وتساوي 0.3 أو 0.30 هاي تركيز المادة NO 2 الابتدائية تساوي C وتساوي 0.3 لا ننسى الواحدة مول بلتر ناقص واحد احسب النسبة المئوية المتفككة من غاز NO 2 لحساب النسبة المئوية المتفككة من غاز NO2 نكتب كل C مول على اللتر من C طبعا C قيمتها كما استنتجنا 0.3 نزل الورق شوية نعم 0.3 0.3 كل C من NO2 يتفكك منها 2x 2x معلومة لدينا 0.24 من الطلب السابق 0.24 مول على اللتر كل 100 مول على اللتر من المادة C من NO2 يتفكك منها Y مول Y تساوي 100 ضرب 0.24 على 0.3 وتساوي 24 على 3 بعشرة و ناقص واحد نرفع القوة 10 و ناقص واحد للأعلى للبسط 10 و زائد واحد 240 تقسيم 3 80 بالمية أو 80 مول بليتر ناقص واحد تكتب كنسبة مئوية إذن النسبة المئوية المتفككة من غاز NO2 تساوي 80 بالمية أشكرك أستاذ أحمد أستاذ روني بل ضل معنا وقت قليل بدنا نحكي على الصفحة 72 طرق حساب كيسي اعتمادا على معادلات ما هي قواعد حساب كيسي ماذا يحدث عند ضرب معادلة برقم أو قلب المعادلة أو جمع معادلتين نعم لدينا سلاس قواعد بخصوص هذا الموضوع أستاذ عبد المنعيم عند ضرب أي توازن بعدد تتغير قيمة سابت التوازن كيسي نحصل على قيمة جديدة تكون مساوية لقيمة كيسي القديمة مرفوعة لهذا العدد الذي ضربنا فيه إذا نأخذ مثال على هذه الحالة أعطي القاعد التالي والتائت نعم القاعد التالي إذا كان عندنا توازن أستاذ عبد المنعيم وعكسنا هذا التوازن نحصل على قيمة جديدة لسابت التوازن هي نفس القيمة القديمة بس مقلوبة إذا واحد تقسيم القيمة القديمة الحالة الثالثة إذا اضطرنا أن نجمع معادلتين أو ثلاثة ونحصل على معادلة جديدة أو توازن جديد يصير في عنا كيسة لهذا التوازن الجديد يساوي حاصل ضرب الكيسيات التي جمعنا لنحل هذا التطبيق الخامس صح ومحلول نعم لكن نحاول نشرح آلية الحل نعم في التوازن تطبيق خمسة صفحة 72 عطينا التفاعل رباعي أكسيد سنائي النيتروجين N2O4 تفاعل عكوس 2NO2 قيمة ثابت التوازن كيسة يساوي صفحة 36 المطلوب أحصب قيمة ثابت التوازن لتوازن الآتي نص N2O4 تفاعل عكوس نعم N2 كما نلاحظ أن هذا التوازن هو نفس التوازن الأساسي مع إجراء تعديل عليه بسيط وهو ضربه بالعدد نص وبالتالي سوف نحصل على قيمة جديدة لسابت التوازن نرمز لإلى بالرمز كيسة واحد تكون هي مساوية لسابت التوازن كيسة القديمة صفحة 36 ولكن بالقوة نص بما أنه ضربنا بالعدد نص وبالتالي كيسة الجديد هو عبارة عن كيسة القديمة بالقوة نص نعوض وبالتالي كيسة واحد يساوي 0.36 بالقوة نص يعني جزر نعلم كما نعلم أن الجزر التربية هو قوة نص 0.36 جزرة 0.6 نعم والمثال التاني نفسك عكس التوازن الأساسي أو الأصلي وبالتالي سوف تتغير قيمة ثابت التوازن تصبح كيسة 2 تساوي واحد تقسيم كيسة القديمة وبالتالي واحد تقسيم 0.36 تمام أستاذ أحمد في عنا الصفحة 76 اختيار ومتعدد رخم 4 تعتبدأ نفس الفكرة كامل نوضح آلية الحل نعم رقم 4 بفرض أن كيسة ثابت التوازن للتفاعل التالي SO2 الغاز زائد نصف O2 تعطي SO3 فتكون قيمة كيسة بدلالة التراكيز للتفاعل هذه 2 SO3 تعطي 2 SO2 زائد O2 لو نظرنا أو قارننا هذا التفاعل الذي ثابته كيسة التفاعل المعلوم لدينا ثابته كيسة مع التفاعل الآخر سوف نجد أن هذا التفاعل هو عكس التفاعل السابق ومضروض ب2 إذن في أول مرحلة عكسنا التفاعل فأصبح كيسة له واحد على كيسة من السابق وفي المرحلة الثانية ضربناه ب2 أي رفعنا للأس 2 فتصبح واحد قيمة كيسة فتحة تساوي واحد على كيسة مربع أشكرك أستاذ في نهاية الندوة أشكر أعزائي الطلاب على متابعة الندوة وأشكر ضيوف الأستاذ رون عبيد والأستاذ أحمد الحريري كل الشكر للفضائية التربوية أحمد الحريري أحمد الحريري أحمد الحريري أحمد الحريري ترجمة نانسي قنقر